لأول مرة مع الدكتورة درية شرف الدين الموسيقار الكبير عمر خيرت المتمرد من الصعب أن أنا أقول أن أنا عايزة أعمل كتاب عن نفسي يحكي أسرار رحلته من السيدة زينب إلى العالمية قلت في السيدة زينب بالضبط قلت أن العالم بلا موسيقى كأنه الحياة بلا ماء ولا هواء لأنه بيتعامل مع الحس أو مع الوجدان بدون ما يكون مرئي أو ملموس أو زي اللوحة مثلاً مرسومة مرسومة لأن الموسيقى بتخاطب الوجدان والحسيس والروح هي هوية ولا مهنة؟ حسنة مكافأة لها لأن ربنا الداني الموهنة وهي مكافأة لنا كمان كجمهور الحقيقة تحبش الأورجن؟ لا ليه؟ ما عبروش وعبرت عن ده ليه؟ آه بلاستيك ميلو؟ بلاستيك عندما تتحول موسيقى الدراما والأفلام إلى حفلات كاملة العدد في الأدراب فكرة التأليف الموسيقي بتمارس هذا التأليف في أكتر من جهة كيف يأتي كل هذا مع بعضها؟ ما هتجي حاجة حاجة يعني مش كل مع بعضها لا يعني أن حضرتك تجمع بين كل ما قصد الموسيقى هي بتتحدث عن نفسها آه يعني أي حاجة ممكن تترجم لموسيقى عمر خيرت قصة حب الوطن والموسيقى في حديث العرب من مصر قريبا على قناة مصر الأولى ازتkit كريبا على قناة مصر عندماعش يا سيد